فرضت الحرب على قطاع غزة مسؤوليات كبيرة على عاتق السلطات المحلية بالإضافة إلى التقييدات المستمرة منذ بدء العدوان على غزة في تخصيص الميزانيات وتقليصها حيث تم اقتطاع ميزانيات مخصصة لتطوير بقيمة 268 مليون شكل من قبل الحكومة تقييدات وهيك يعني تسكير ما فيش اشي جديد ينضخ بفوت تحت اسم شو حد بحرود تحت نحكيها فكثير في تقييدات أجد الحرب كمان كيدة كثير مع أنها في شوي هيك يبلشوا الميزانيات يطلعوا منها يعني خذي مثلا ميزانيات التطوير تكثيفها بتواح إسا عم بيطلعوا بيعدوا وإحنا بآخر السنة للأسف في ظل الحرب هاي التحديات والتقايدات اللي قاعد تعمل فيها في كمان خصميات على هكي الستوثين يعني إحكي قاعد تحكي من 25 إلى 35% ممكن كل ميزانية بتطلع لك سنوية يتروح منك هذا كمان بأتع علينا وعلى المواطن اللي يحلي لازم نعطي الخدمة الشغلات الثانية فيه إشحاف فيها فيه تقصير الميزانيات عم تتعوق مش عم تطلع بوقتها الفجوات تتسع مع تفاقم حالة الطوارئ بالإضافة إلى عودة آفة العنف والجريمة إلى الواجهة واستمرار ترد المشاريع الخدماتية وإنعدام البنى التحتية وغيرها ما يشير إلى انعكاسات اقتصادية منتظرة للمجتمع العربي نقترب بالنهاية العام وما زالت وزارة المالية تحتجز مئات الملايين من ميزانيات المجتمع العربي ميزانيات التطوير ميزانيات لإقامة مناطق صناعية ميزانيات للتربية وبناء الصفوف والثقافة والرياضة والعديد من الميزانيات التي بإمكانها سد الفجوات وتقليص العديد من الفجوات بين المجتمعين وبالتالي أيضا رافعة لمشاريع اقتصادية في السلطات المحلية ولكن هذه الحكومة من بدايتها تعمل على حجز الميزانيات وليس على توفير الميزانيات للمجتمع العربي والتالي نرى ارتفاع في منسوب الجريم في المجتمع العربي كان على مدار السنين كلها وقف لمدة شهرين ولكنه الآن في ازدياد كله مع زيادة البطالة مع قلة العمل مع اضعاف المجتمع العربي من قبل هذه الحكومة تضعف الحرب الدائرة وقدرة السلطات المحلية على اداء دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبرامج الثقافية حيث تحد من قدرتها المالية والادارية اذ اوقفت غالبية السلطات المحلية داخل البلدات العربية غالبية الخطط التي كانت من شأنها ان ترفع مكانة المواطنين العرب ترجمة نانسي قنقر